هل يركز المربي على المشكلة أم الأسباب أم الأعراض؟ هذه والله هذا السؤال يعني هل أنا عالج العرض أو عالج السبب أو ماذا تنصحني دكتور؟ نعم هو حقيقة يعني دعني أعرض هذا الموضوع من خلال عدد من القصص طيب هذا شاب عمره تقريبا 21 سنة شخصية مستقرة جميلة شخصيته ذكي جدا حنون وتعاون محبوب علاقات واسعة يعني كل ما تتمنى الأسرة من صفات في هذا في شاب في ابن تجدها فيه ناجي في دراسة قريب يعني يقوم بعبادات مطيع كل الصفات الجميلة فيه يوم من الأيام في عمره 21 طبعا يوم من الأيام أصبح الصباح وجد المسألة أهل البيت مفرطين تفريط كبير كيف؟ يا جماعة تعالوا كل واحد منكم يا يصلي يا يقرأ القرآن يسبح هلل غير كذا ما فيه وحزم وما يقبل تعالي وين رايحة؟ تعالي أنت تجلس أقعد أجل جنبي أشوفك تقرأ القرآن مات مات قم صل فطول الوقت فأصبح يعني مصدر إزعاج وإزعاج كبير وطرح غير منطقي وإصرار غير طبيعي هذه مشكلة بين عشية وضحاها؟ بين عشية وضحاها أصبح الصفحة أمس ما في شيء اليوم طيب قالوا يمكن بس اليوم بكرة أثار أربع أو خمس سيارة أثاروا يذهبون به إلى مختص طيب قبل أن نعلق عليها فتاة أيضا شخصية تقوية وهادئة محترمة متعاونة ومميزة كل شيء واثق كل شيء فيها جميل واثقة من نفسها تشعر سعادة وتنشر السعادة في المحيط الذي تعيش فيه محبوبة لكن في سن 16 سنة بدأت تدخل في حالة اكتئار 16؟ عمرها 16 سنة كذا يا بنت كيف والله تفكر كثير من زعجة ومات نام الليل أرق ويعني تبكي وتتند متندمة على شيء فعلتها ما دخلت في موجة اكتئاب اكتئاب شديدة طيب لم يجيها وتعرض مثلا خلنا نقول المربي قل تعالي يلا هذه مشكلة كيف تعامل معها أيضا أخذ معي مثال ثالث شاب كان ودود دمث الأخلاق متعاون مطيع خدوما يحفظ القرآن حريص أيضا على حفظ القرآن وعلى متميز في حفظ القرآن متميز في الدراسة وصل لسن الخمسة عشر أصبح يغضب لأدفع الأسباب بسرعة يثور أحيانا بدون سبب ويرفض الذهاب لمثلا لحلقة القرآن مع أنه كان متميزا وأيضا كذلك يتأخر كثيرا ويغيب كثيرا على المدرسة مع أنه كان متميزا دراسيا يسرق وجده يسرق أحيانا يسرق إذا شيء يحتاجه وجد فرصة سنح له للسرقة عجيب لو نظرنا إلى هذه القصص لعليه أيضا نختم في قصة أخيرة فتاة كانت عاطفية ونشيطة محبوبة أيضا اجتماعية لبقى في الحديث لكن سن ثمن طعا الصدر منها شيء أصبحت متهورة يعني بسرعة تريد شيء على طول تريد أن تحققه ما فيه انتظار على طول تحولات مفاجئة تحولات مفاجئة غريب كلها مشكلات لو جاء المربي قلنا له تعالي يلا كيف تعامل مع هذه المشكلات نها هل أجي أشوف الأعراض أشياء اللي صار التخيرات وأشوف كيف أعدلها الآن فيه مشكلة صحيح مثلا الفتاة تلك التي أو خلنوك للشاب الذي أصبح عنده خلاص الجانب الديني في غلوب في غلوب شديد دخل في غلوب نعم في دقين عن التوازن نعم هتجي تقول لي يا ابن حذال ما يسمع منك أنت أصلا يقول لك لو قلت له تقنعها يقولها أنت كافر قم قم الله خارجها أيوة فإذا هنا أين أتعامل هل أتعامل مع المشكلة نفسها أم مع العراض أم مع الأسباب الآن أنت الآن ذكرت العراض اللي هو قضية الغلوب والتشديد على أهل بيته نعم هذه المشكلة لكن العلاج سيكون للأسباب طبعا أيوة إذن معناته يجب أن يكون خلنقول لا قبل أن نذهب إلى الأسباب يجب أن يكون المربي له القدرة على أن يفهم المشكلة لابد أن تفهم مشكلة جميل أول طريق لفهم المشكلة هي أن تعرف أهم المشكلات الشائعة في المجتمع المشكلات الشائعة في كل مجتمع نعم المشكلات تقريبا أحيانا تكون متشابهة النسبة فيها مع اختلاف المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في بعض المشكلات لكن هناك مشكلات شائعة متكررة يجب أن يكون لدى المربي المام على الأقل بطرف من هذه المشكلة طيب هذا واحد الأمر الثاني يجب أن يعرف أعراض هذه المشكلات الشائعة طيب ويجب أن يعرف أيضا أهم أسباب التي تؤدي بالناس إلى المشكلات يعني مثلا المثال الذي ضربها الأخ محمد عبدالطيف إذا كان يسمعنا الآن هذا المثل الأخير الكريم الذي ضربته شاب يعني بمشكلة بسيطة حاول أن ينتهل ترى الدخول للمشكلات يجب أن يكون كما قال العزيز والجل وقت البيوت من أبوابها لابد أن تفهم واقع هذا الشاب حياة هذا الشاب قد تجد مثلا مشكلات عنيفة شديدة في الأسرة قد تكون يعني حصل له موقف موقف شديد جدا قد يكون الشاب عنده بعض المواصفات غير الجيدة مثلا كان يكون عصبي أو سريع لإنفعال أو قد يكون اكتئاب لديه مرض اكتئاب الشهد أن هناك بعض الأسباب أو أقصد بعض المواصفات الموجودة إما في الأسرة إما في الشاب أو في الظروف المحيطة للأسرة في تلك الفترة جميل وإلا دائما نحن دائما نقول لا يأتيك الشخص بشيء مهم إلا لأن الذي دفعه أيضا هناك شيء مهم آخر أيضا لا يأتيك الشاب بشيء كبير وخطير السلوك هذا نحن نشوفه سلوك كبير نتيجة كبيرة لابد أن يكون وراءه خلف أمر مهم مهم وكبير